كابتن أحمد لا تشعر أنني أخبره سوبرمان لكنه هو ما يحبش لما يقوله سوبرمان بس هو سوبرمان كابتن أحمد واضح أنه الخط في مشاكل سوبرمان اتزابياد انت ما كنتش رجع لنا السوبرمان كابتن أحمد إزاكي أحمد إزاكي أحمد بس رمانو الأول ما قلت له أحمد فتحي مع التلفون قال لي سوبرمان أوك 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 وأنت شاف أنه ده لقب أنت يعني بتحبه أو تستحقه أوك أنا طبعا بحبه جدا ببس يعني بقول لي كوتش أول ما بسقول كده اللعبة بتخلص علي جايز هو قصد كده جايز هو قصد كده لا 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 أنا شخصينا بحب مستمامة جدا من الشخصيات اللعبة مستمامة جدا ليك كابر ده هذا أه هو بيقوله الحقيقة فعلا إذا كان لك صور ما تقول إيه تقول إيه النهاردة أحمد لمستر منو الجزين أنا أقول لحضرك يا دكتور أنا بحبه جداً شخصية من شخصات المحترمة جداً اللي واحد يتعمل معها جداً في حياته من المدربين اللي وللين جداً اللي بيدي باطمة كل العيب قبل ما يمشي يعني بصراحة وتعيدني بحيات كتيرة جداً لما كنت راجع من أكيلة العيبني أنا أفريقيا مع النادي مديمة وصعبة أصلاً لقد يعملها غيره أنا شخصي أتعلمه أنه حيات كتيرة جداً في الملعب وغرى الملعب اتزام طبعاً لازم شخصات تباقوية بس فأنا يعني أنا شخصين بحبه جداً أتمنون التوفيق طبعاً الظروف ما تلحدش اللي هو يكون معانا السطرة ديت عشان دكتور اللي بيتمننها إن شاء الله ترجع بالسلامة من العملات اللي ممكن تعملها إن شاء الله وأتمنون التوفيق طبعاً في أي حتة يكون فيها بس ولو مثل في حتة ياخدني معها بقى حاولت تقول لنا يا مستر مانويل أنت رايح نادي عشان أحمد فتحي عايز عقد دلوقتي هاي رايح خليك يا أحمد فالأهلي دلوقتي ومعانا كمان على التليفون كابتن رامي ربيعة رامي دكتور إزايك يا رامي إزاي حالتك عامل إيه الحمد لله تقول إيه أوان نهاردة عيد ميلادك وحامد نقولك كل السنة وانت طيب وحالتك طيب يا كابتن يا دكتور والله أنا بس بحجب أسلم على مستر مانويل هو معاك عايز تقول له إيه بجد إن الراجل ده بصراحة مستر مانويل عمالي كل حاجة في حياتي يعني أعلمني أعلمني الجد الالتزام صح لأن الكرة صح يعني كان فيه حاجة كتير أقون قصاني هو أكملها لي فالرجل ده عملي بجد ما أنساه وأتمنى له بجد التوفيق في حياته ويعني هو أثبت إنه هو مش متطهد النشيين ولا حاجة ده بالعكس وبيحب اللعيب اللي بيفكر جوه الملعب بيحب اللعيب الجاهز فدي حاجة كويسة ده أي مدر بيحب كده فهو كان فيه عملي حاجات نقصة كتير هو أكملها لي بصراحة وأنا نفسي بجد كنت أرجع من الإصابة لقيه لسه في النادي بحيث إنه تعمل معامل أول وجديد تاني ويعلمني حاجات أكتر تاني فبتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته إن شاء الله رامي وإنت لعيب جميل وبرضو بنقولك تاني كل سنة وإنت طيب أعتقد حموري آلي كله بيقولك كل سنة وإنت طيب وارجع تاني للسوبرمان أحمد دلاتي كنا بنكلم كابتن عماد نتعب كابتن واي الجمعة في البرتغال فقالوا إن هم عايزين يعملوا حفلة لمنويل جوزي بس إنت اللي هتدفع الفلوس فقالوا إن شاء الله رامي فقالوا إن شاء الله رامي يعني قالوا إنت اللي معاك فلوس أوه أنا معاك فلوس كتير يا فضر لي أو حتى كنتش عارف أحمد فتحي معاك فلوس كتير من الشوبينج اللي بيعملوا أكيد عنده فلوس كتير خلاص يبقى أمت الشاي للليلة كلها بقى إن شاء الله يا أحمد لا أنا معديش مشكلة خلاص موضوع الطرفة نطرب كل شكرا لك كابتن أحمد فتحي نجم النادي الأهلي مستر نانويل عايزة سألحاك سؤال أنت كنت بتكره هاي صام الحضري هو ما بيكرهش حد في حياته حضري في السنين كلها لمران فيها كان أحسن حرس مرم أفريق بحاجة واضحة من ناحية المهنية ومن الشغل الشغل في الملعب كان بيشتغل لشا ما بديش فرصة لا يحد ولا الأمير ولا الشريف ولا يحد كان الأحسن دايما في حاجات أسوأ شوية حصلت بس هو الغادرواتي ما بيكرهش على حضري يكره لي ما عندوش أي سبب بيكره على حضري